كل شغلة إلتا فيها قبل وفيها بعض ولا شغلة بالحياة بدون ما يكون فيها قبل وبدون ما يكون فيها بعض كل شغلة منفكر فيها كل شغلة منعملة القبل والبعد هن من الشغلات الأساسية بحياتنا يمكن ولا مرة فكرنا بهالموضوع ولا مرة فكرنا بالقبل ولا مرة فكرنا بالبعد لأن الحياة هي ماضي وحاضر ومستقبل هالثلاث كلمات بلخصوا حياتنا كلها سوا ما في إنسان بيقدر يعيش بدون الماضي وبدون الحاضر وبدون المستقبل ورح منشوف كيف من خلال هالحلقة هيدا أكيد هالعنوان هو عنوان كتير كبير وعنوان كتير شامل وهالعنوان هيدا ممكن أن يكونه بروجرام بإزاعة صوت المحبة نقدر أنه نعطيه على شبكة أو على شبكتين إنما اليوم رح نضوي على بعض النقاط الأساسية بها الموضوع اللي هو قبل وبعد السؤال الأول اللي بيطرحه الإنسان هو أنا هلأ موجود أنا هلأ موجود شو كان في قبلي أنا هلأ موجود شو بده يصير في بعدي هذا هو السؤال يلي على طول الإنسان بيسأله بيسأله على وجوده بيسأله ببداية الخليقة ورح بيضل يسأله على طول هالسؤالين الأساسيين يلي ما في إنسان على وجه الأرض إلا ما بيعيشون ورح منشوف الأوقات ورح منشوف الأحداث ورح أخذ بعض الأمثلة فهن سؤالين أساسيين بحياة الإنسان السؤال الأول يلي بيطرحه شو كان فيه قبل الخلق ومرات كتير بيشول عنا أولادنا وبيبلشوا يسألونا بابا الله مين خلقه والسؤال الثاني شو فيه بعد الحياة كمان هالسؤال هدا يلي على طول إحنا منطرحه شو فيه بعد الحياة فإذا السؤالين الأساسيين يلي هنه شو كان فيه ببداية الحياة شو كان فيه ما قبل هالشي يلي نحنا منسميه خلق هالشي يلي نحنا منسميه وجود وشو فيه بعد هالشي يلي نحنا منسميه الحياة التانية وانطلاقا من هالقبل وبعد يلي بتنطلق منه حياتنا الانسان بيراجلش حياته الانسان بيراجلش حياته بيوجوده بيستمراريته بيكل شي بعيشه أهون شي على الانسان انه يلغي أهون شي على الانسان انه يقول هالشي يلي كل الناس بتقامل فيه مش موجود لاش لأنه هالشي هدا بيكون تقل ورح منشوف انه او اكيد انه بعض الاشخاص يلي كانوا خايفين من ما بعد الوجود وما بعد الحياة شطبوا عليها وقالوا انه ما في حياة تاني الانسان بينتهي هون وبيتبل هون وبيموت هون متل ما الوردة بتموت متل ما الحيوانات بتموت متل ما اي شخص بينتهي على هالأرض هيك الانسان بينتهي وبعض اشخاص كان في عندهم مشكلة الله حتى يريحوا حاله وانشطبوا الله من الوجود وقالوا الله مش موجود بشان هيك اللي عم قولوا انه الشغلة الاساسية يلي بده ترقلج لحياتي انا هي هالتورة انا كيف انوجت انا كيف صرت كيف وصلت انه انا كن موجود والشغلة التاني شو بده يصير فييه ما بعد الحياة رح بلش انا وياكن ببعض الفلاسفة وببعض المفكرين وببعض اشخاص يلي خلقوا بعض البدع اذا بدكن هالاشخاص هاضي يلي كمان طرحوا هالموضوع الموضوع قبل وبعد رح بلش انا وياكن بافلاطون فكرة افلاطون يلي خلق شي بسميه المدينة الفاضلة المدينة الفاضلة عند افلاطون هي شي موجود بس ما قبل المدينة الفاضلة بده يكون في تحضير بده يكون في تحضير لهالمدينة الفاضلة وبتحضيره للمدينة الفاضلة حط مين بيكون رئيس مين بيكون نيب رئيس مين بيكون المجلس الشعب مين بيكون مجلس الملة اكسترا بس حتى يوصل حتى يوصل للمستقبل ما بعد حتى يوصل لمدينه سماها مدينة اللام دينة φاضلة هالمدينة كل الناس حيشهم حالة سلام كل الناس حيش hun نو غير استقرار فهذه الفكرة الاساسية اللي كانت موجودة عند افلاطون بس حتى يوصل افلاطون لهالفكرة هاي انطلق افلاطون من فكرة الوجود وبالنسبة لإلو فكرة الوجود ما قبل الإنسان كانت الروح بيقول أفلاطون إنه كان في شيء اسمه روح وهالروح هادي أخطأت وبخطية الروح ربنا آصصه لهالروح وسجنه بقلب الجسد مشين هيكي هالروح حتى تتحرر لابد إنه تنتقل من جسد إلى جسد هذا يلي اليوم بعضه الشي يلي نحن نسميه التقمص التقمص يلي بعضه موجود عند إخوتنا الدروس يلي بعيشه وهيدا هو الإيمان تبعولا فإذا التقمص فكرة التقمص هي فكرة أفلاطونية هي فكرة إن وجدت عند أفلاطون إنه هالروح حتى تتطهر لازم تنتقل من جسد إلى جسد فإذا قبل كانت الروح وبعد هالروح هايدي عم تنتقل من جسد إلى جسد حتى توصل بالنهاية إنه هالروح هايدي تكون تطهرت وتلاقي ربه فإذا هل أبدي كانت الشغل كبير فكرة فكرة ما قبل وفكرة ما بعد الوجود فإذا أفلاطون ترح الفكرة هايدي يلي هي فكرة أكتير أساسية بالنسبة للفيلسوف أكيد مش رح أحكي عن كل الفلاسفي عم بيأخد بعض بعض الفلاسفي وبحكي نقاط نقاط صغيري عنهم الفيلسوف نيتشي الملحد كان في عنده مشكلة مشكلته كانت مشكلة الله وهالمشكلة هايدي حتى يحلة إجا وشطب الله من الوجود وقال مات الله مات الله مات ما قبل مات المصدر مات الأساس مات يلي هو سبب كل شي مات يلي بدو يحاكم مات الضمير مات العقل مات التفكير هاو دي كلهم ماتوا بالنسبة لأيلو لانيتشي شطب الله من حياته أنه الله ما عاد موجود لأنه نحنا مرات كتير في شيء نحنا منسميه العقل العليا العقل الأعلى العقل الأعلى يلي نحنا بلغتنا منسميه يلي هو الضمير هو يلي على طول بيقل له للإنسان على طول بيقل له للإنسان أنت مغلط إذا واحد بيعمل جريمة هالجريمة يلي بيعملها في صوت داخلي هالصوت الداخلي يلي نحنا منسميه صوت الرب يلي نحنا منسميه صوت الضمير المؤنب يلي بيأنبه للإنسان وبيقل له للإنسان أنت غلط أنت عملت كذا أنت عملت كذا فهالصوت يلي هالأد بينقزه للإنسان إيجا نيتشي وشطبه من حياته للإنسان وقال له مات الله مات يلي هو المصدر مات يلي هو الأساس مات يلي هو ما قبل ومات يلي هو ما بعد فإذا أنت يا إنسان بوجودك على هالأرض أنت صرت حر أنت عم بتعيش أنت عم بتعيش بدون الله أنت قادر أنك تكون الله وهي دي هي الفكرة يلي منشوفها اليوم يلي منشوفها بكل الأفلام بكل الأفلام يلي نحن عم نشوفها وعم تدخل على حياتنا يلي نسميه نحن نيو أيج هالنيو أيج أو العصر الجديد نيو أيج يلي عم تدخل على حياتنا يلي عم بتقله للإنسان إذا بتكون النظرة يلي عم بيقوله نيتشي عم بيقوله للإنسان أنه أنت ما منك بقى محتاج لالله حتى تخلص حالك انت يا انسان قادر انك تخلص حالك بحالك وهوني بها نيو ايج خلطوا خلطوا كل الديانات يعني في بعض الافلان بتشوفوا بتشوفوا التقمص بتشوفوا القيامة بتشوفوا كل هاودي مخلوطين مع بعضهم بس حتى يقولوا للانسان انه هاودي كلهم منون شي انت اللي قادر انك تعمل نهاية حياتك وانت اللي قادر انك تخلق المابعد بحياتك انت قادر انك تخلق المابعد بحياتك فرايد فرايد بالنسبة له الدين هو مورفين هو مورفين يعني انا هلا عم بحكي عن الله انا عم بحكي عن الله وعم بيجي يقول انا انه انه الله في ثواب وفي عقاب الله بيعطيه للانسان واجب عليك ما تخطي واجب عليك ما تعمل كذا واجب عليك هلأ اللقات يلي بتقول الكنيسة بحياة الانسان اجا فرايد وقال انه هاللقات يلي عم تنقال بحياة الكنيسة هني نوع من مورفين الكنيسة هي مورفين بتخوف الانسان بالله بتخوف الانسان بالله والله بالنسبة له هل هو ما بعد ما بعد اللقاء بالله فاذا بتجي الكنيسة وبتخوف الناس وبتقل له انتبهوا اذا بتعملوا هيك في هيك مثل انا لما بكون صغير او بيجي بحط ايدي مثلا على الوجه بتجي امي بتقلي ما بيسوى ددي ددي اح فاذا هالددي اح نقاله فرايد للطريقة اكبر و جعل من الانسان انه كل حياته هالانسان في حدا عم بيقله ددي في حدا عم بيقله قوعة في حدا عم بيقله انتبه في حدا عم بيقله في دينوني في حدا عم بيقله في الله بدي يحكم عليك في بعدين فكر لبعدين فكر انت لوينك رايح فاسلا هود كلهم دخلوا بحياته لفرايد وايجا قال انه الكنيسة رفض الكنيسة رفض الكنيسة بحياته بعصرنا الحالة تشارز روسل يلي هو مؤسس شهود يهوى هيدا الزالمي كان في عنده مشكلة كبيرة بالمبعد كان عنده مشكلة كبيرة بالمبعد انه بعدين طيب انا موجود على هالأرض وبعدين شو بده يصير فييه مشان هيك هالخوف جعل منه انه يشطب من تاريخ البشرية الشي يلي نحنا منسميه المبعد الموت والقيامة وجعل من الانسان بيفنى على هالأرض متل ما بتفنى الوردة متل ما بتفنى البسعينة متل ما بيفنى البوبي متل ومتل كل هالمخلوقات يلي بينتهوا على هالأرض فاذا نحوضي بعض النظريات يلي ممكن كتير اليوم بمجتمعنا كتار هن الأشخاص يلي بيقاملوا فيها يعني كتار هن الأشخاص يلي بيفكروا متل ما بيفكر تشارلز روسل وبقولولك انه انا على هالأرض انا على هالأرض خليني عيش مين قال لي انه في حياة تانى مين بيأكد لي انه في حياة تانى مين بيأكد لي انه في بعد مين بيأكد لي انه انا بدى اتلاقى بالله وكتار هن الأشخاص يلي بيقامنوا بنظرة أفلاطون ويلي بتقلك انه مدام انا عايش على هالأرض ووجوده على هالأرض بدي انتقل من حياة لحياة عم بتطهر فا ازا معي وقت والحياة قدامي وكتار هن الأشخاص يلي بيعتبروا الكنيسة هي البعبع هي الكنيسة يلي بتجي وبتقله للإنسان شو واجب علي انه يعمل واذا ما عمل هيك بده ينزل على جهنم وكتار فا ازا هن الأشخاص يلي بيفكروا بيها الطريقة بس مع هيدا وكله بيبقى موضوع القبل والبعد هو الشي يلي بينطرح هو الشي يلي بيفكر في الإنسان شو كان فيه ما قبل وشو رح بيكون فيه ما بعد إنه الملك فا ازا انطرحت أنا اذا بدتكون المشكلة يلي كليتنا كليتنا من عيني منا وكليتنا منعيشه بلحظه من لحظات ومنطرح علامة هالاستفهام يلي بتقول شو فيه قبل وشو فيه بعد نحن كمسيحيين وكمؤمنين ما فينا إلا ما نرجع لكتابنا يلي منه الأساس إذا منرجع للعهد القديم إذا منرجع للعهد القديم منشوف إنه في كلمة في كلمة كتير أساسية وكتير مهمة هي كلمة العدن عفوا العدم كلمة العدم العدم اللاشيء العدم يعني اللاشيء لنيان بسموه بالفرنسي فإذا ما فينش نجي نحدد الله ووجود الله لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد هالأمس يلي بنظرنا نحن في إلا ساعات وفي إلا أوقات بنظر الله ما إلا لساعة ولا وقت لأنه لحظات عند الله هي أد سنين وسنين وسنين بحياتنا البشرية فإذا ما فيه يقول أنا ما قبل الله لأن الله هو في البدء والله هو ما قبل البدء لأنه اللي بدأ يقول أنا في البدء يعني في وقت يعني في زمن بها الوقت وهالزمن يلي أنا عرفته بها الوقت وبها الزمن يلي أنا عرفته ربنا بخبرنا العهد الأديم بلش بمشروع الخلق بس ما قبل هالوقت يلي أنا عرفته الله موجود الله منذ البدء وما قبل البدء يعني ما فيه أنا اتصور عالم بدون الله وما قبل العالم كان الله لأنه اللي ما بدأ يقول أنا في البدء يعني في بداية بس ما قبل البداية كان الله هو المصدر وهو الأساس وهو النبع وهو كل شي هل الله هيدا يلي أنا عم بحكي عنه هو القبل بلحظة من اللحظات كانت لحظة الحاضر لحظة الحاضر كانت لحظة الخلق خلق الإنسان وما بعد الإنسان كانت المشروع يلي مرات كتير الإنسان فاركش فيه مخطط الله وما بدي أرجع أنا لقصة الخلق وشوف كيف الإنسان فاركش قصة الله وما بعد الخلق منشوف أنه الله رجع كفة بالمخطط طبعوله بالمخطط طبعوله يلي هو المخطط الخلاصي يلي يرجع يرد الإنسان لقلبه يرجع يرد الإنسان لحبه يرجع يرد الإنسان للمكان يلي كان موجود فيه ومن هوني منشوف الصورة الحلوة صورة الملاك مع سيف النار يلي عم بسكر جنة عدم وعم يمنع آدم أنه يرجع على جنة عدن والملاك يلي موجود عند قبر يسوع المسيح وعم يحكي مع المجدلية وعم بيقلنا أنه المسيح قد قام كأنه السماء رجعت انفتحت من أول وجديد هيدا هو القبل وهيدا هو البعض بتدبيرنا نحن المسيحي وانطلاءا من هون ما فيي أنا اجي اخد شأفي من ايماني الايمان هو واحد الايمان لا يتجزأ ما فيي أنا فابرك ايمان على زوءه الله عطاني العقل ومن خلال العقل يلي أنا اوجدته ومن خلال العقل يلي أنا عم بستعمله هل قدي أنا حر انه قادر يلغي الله مثل ما نيت شيئال وهل قدي حر انه أنا إلغي النهاية مثل ما تشارلز روسل قال وهل قدي أنا حر انه قول تدبير الله هو مورفين بيخوف الإنسان لأنه الله مش هيك بس بالنهاية الله بيبقى الله والما بعد بيبقى ما بعد إذا أنا أردت انه شوفه وقررت انه شوفه أو ما بدي شوفه لأنه بالحياة فيه شغلتين فيه شيء اسمه فكرة هالفكرة شو رأيك انه نعمل كذا وكذا وكذا وفيه شيء اسمه يعني opinion يلي هي الفكرة وفيه شيء اسمه شيء لا يتغير يعني أنا لما بقول انه هالحيط لونه أبيض هيدا فاكت هيدا واقع ما فيه غيره أنا الفاكت ما بتتغير يعني أنا لما بدي أجي أقول بدي أرجع بتاريخي وبحياتي طيب أنا إن وجدت قبل مني إجابي قبل مني بي قبل منه بي جدي 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 تأوصل بالنهاية إلى مكان ما هالمكان ما بعقل البشري يلي ربنا أعطاني بدي أوصل أنا بالنهاية إلى الله وهيدا هو مر أغسطينوس بكتابه بطرق بالطرق الخمسة يلي بيكشف فيها وجود الله لبعض الأشخاص يلي هني غير مؤمنين بيحكي عن الموتار يلي كل شيء بده يمشي بده موتار كل شيء بده يمشي بده موتار حتى يوصل بالنهاية إلى الموتار الأساسي يلي هو ما إلو وجود عفوا للموتار الأساسي يلي يلي هو الله يلي ما حدا أوجده لأنه كل الموتارات بتكون في حدا أوجدها في حدا فكر فيها حتى نوصل أنا بالنهاية للموتار يلي هو الأساس وهو المصدر يلي هو يسوع المسيح فإذن كل شيء بحياتنا انطلاقا من هون من هون يبدو أقول فإذن كل شيء أنا بحياتي مبني على هالبعدين أو هالأبعاد الثلاثة قبل وحاضر وبعد قبل وحاضر وبعد يعني أنا موجود قبل مني شو وبعد مني شو كل شغلة بيعملها الإنسان في إلهاء قبل وحاضر وبعد رح أعطي بعض الأمثلة اللي هي أمثلة عادية من عيشها بحياتنا أنا بدي أعمل طاولة أو بدي أعمل كرسة أو بدي أعمل موضوع أو بدي عمر بناية أو بدي عمر بيت أو بدي أكتب قصيدة إلى أخيره إلى أخيره من الشغلات العادية مش ممكن هالشغلات هاودي يصيروا هبطف كوني فكانت مش ممكن أنه يكون كوني فكانت لابد أنه يكون في قبل يعني أنا لما بدي أحكي بالطاولة أنا وصلت على البيت واتطلعت أنه ما عندي محال أنه حط حط كتبي أو ما عندي محال أنه أقعد أكتب فإذن أنا من هال الفاكت من هال الواقعي اللي أنا موجود فيه أنا بلشت تفكر بالمباهة بهونيك بهيداك الوقت بلشت تفكر بلشت تفكر بالطاولة وبلشت تصنع الطاولة حتى الطاولة كانت بالواقع وما بعد الطاولة هي المكان يلي بحط علي فنجان القهوة المكان يلي بقعد بيكتب علي المكان يلي ما بعرف شو هيدا هو ما بعرف أنا بديد أكتب قصيدة بيتصلوا فيه بيقولوا لي أبونا في عنا كذا وكذا وكذا فإذن فيه ما بعد ما بعد القصيدة اقعد على الطاولة وببلش بفكر حتى اكتب القصيدة من بعد canliki القصيدة فيه المابعد فيه ردة الفعل في الناس شو بده تقول الناس بده تزايف الناس ما بده تزايف الناس بده تحب أنا عم بعطي البرنامج مش بطلع على البرنامج كوني فكانت واحد طنين ثلاثة وبدو خفي وقول شو ما كان لا أنا بديكون عم حضر فإذا التحذير هو ما قبل التحذير هو ما قبل المكتوب عارف حالي من قدي انطلق وعارف حالي لون بدي أوصل في الواقع يلي هو أنا ويجيكون هلأ مباشر مباشر أنا عم بحكي وإنتو عم تسمعوني في بعض مننا ردات الفعل يمكن ناس توافق يمكن ناس ما توافق يمكن ناس تحب يمكن ناس ما تحب فإذا كل شيء بحياتي مبني على هالشغلات الثلاثة مش ممكن أي شغلة بالحياة وبالوجود إلا ما يكون فيها هالشغلات الثلاثة القبل والآن والبعض هي اللي هن الماضي والحاضر والمستقبل إذا بدنا نحكي نحن عن الحدث أي حدث اللي كان في عنا حدث الانتخابات منشوف قديش بحضروا لحدث الانتخابات في عنا عيد الضاعة منشوف كيف نحن منبلش نقعد ونفكر شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل شغلات شغلات ما صارت قبل وهوني شغلة كتير مهمة إنه الإنسان ياخد الحدث القبل يلي صار ويحاول إنه يدرسه ويدرس نقاط الغلط يلي كانت موجودة حتى ما يرجع يوقع فيها من أول وجديد ويطرح أفكار جديدة لأنه لما الإنسان يبيدخل الروتين بحياته حتى لو لا كان عم بيحضر حتى لو لا كان عم بيحضر منشوف إنه هالتحضير تبعوله صار خلص روتين وهالروتين هيدا بطل يخلق حافز عند الإنسان وبطل يخلق حافز عند الشخص المشارك فإذا على طول في عنا تحضير وهالتحضير هذا يلي هو ما قبل يلي بيندرس الوضع متل ما هو بتنحط النقاط متل ما هي بالآن ما فينا نحنا نجي نغير وهذه الشغلات يلي نحنا منشوفها إنه ببعض الأحداث وخاصة الأشخاص يلي هني أصحاب القرار أصحاب القرار يلي هني بدون يوملكوا القصة كلها ساوا بقل لك أنا تعال عندي وحضر بتجي أنت بتحضر بقرة وبشوف أنه التحضير تبعولك ممتاز بوقت الحدث اللي هو بالآن بيجي وبخبط كل شي وبغير كل شي هيدا بيسموه ارتجالة والارتجالة أكيد بدكم فيه فشل لأنه ما كان فيه تحضير لأنه التحضير يلي أنا حضرته ما استعملته لأنه التحضير يلي أنا تعبت علي وفكرت بدي أنطلق من هون حتى أوصل لهون جيت أنا نصفته كله سوا ومشان هيكي بتشوفه أنه بعض المشاريع هي مشاريع فاشلة المشاريع فاشلة ليش لأنه الإنسان بيبلش يرتجل بيبلش يرتجل وبيبلش يخفق والإنسان اللي بيرتجل والإنسان اللي بيخفق معناتها مش محضر معناتها ما عاش القبل وأكيد البعض بدي يكون ما بيصبع لأنه الآن هلأ أطلعت أنا قدامكم وبناشت أحكي شو مكان هالشو مكان يلي قلتوا مني محضروا أنا أكيد النتيجة بدي تكون شو مكان ومشان هيكي الله لما بيوجدك بها الحياة مش كيف مكان بيوجدك مش بالصدفة بيوجدك الله بيوجدك في عندك في عندك مشروع وما في حدا مننا ما في عنده مشروع بحياته الله لما نقرر أنه يوجدني بها الحياة قبل أن أصورك في البطن عرفتك بيقلنا بالعهد القديم فإذا هلأد أنا مهم عند الله وهلأد كل إنسان منا مهم عند الله لأنه هو قبل أن أتصور في البطن يعني قبل ما أمي أباية يقرروا أنه نجبوني على هالحياة قبل القبل الله كان راسم لإلي عرفني وراسم لإلي مخططة أكيد هالمخطط هيدا فيي أنا أمشي فيه وفيه أنا ما أمشي فيه فيه عندي حريتي بس اللي بدي يقوله أنا أنه على طول الله بيحترم بيحترم الإنسان وما في حدا مننا نوجد على هالأرض صدفة أو ستروبيا أو سائبت أو سائبت أنه أنا نوجدت على هالأرض ما حدا مننا سائبت ما حدا مننا نوجد سائبت أنه أنا نوجدت بهالعصر سائبت أنه أنا نوجدت بهالعيلة سائبت أنه أنا نوجدت كل واحد مننا نوجد بالمكان يلي هو موجود فيه لأنه عنده رسالة بمكانه وهيدا هو الشيء اللي نحنا ما منعرفه مرات كتيري منفكر بيهلأ مرات كتيري منفكر نحنا بيهلأ بس ما منعرف نحنا ما قبل بفكر أنا أنه أنا هلأ شو بس ما تفكر قبل أمي قداش تعبت بي قداش تعب قداش تعب علي وحضروني حتى كبرت حتى صرت أنا أقدر أنه أخد قرار حتى وصلت اللي أنا فيه هود كلهم ما قبل هود كلهم ما قبل ما بفكر أنا أنه أمي حملتني تسعة تشهر قليل المرات يعني نحنا ما نفكر أنه أمي حملتني تسعة تشهر ما منفكر فيها شو يعني تسعة تشهر ومنطلع بمرة حبلة يا الله يخلصها بالسلامة بس هيني أنه تسعة تشهر أنا عايش بأحشاقة تسعة تشهر أنا عم برتوي من هالأحشاق هيدا تسعة تشهر أنا وياها جسد واحد تسعة تشهر أنا وياها أنا عم بتغزى من عاطفطة ومن حنانة ومع هيدا وكله أنا عم بتحضر أنه أطلع على الحياة وأنطلق ما حدا مننا بفكر هاي ما حدا بفكر ما قبل ما قبل الوجود تبعولي ما قبل الحالة اللي أنا موجود فيها شو كنت لأنه الإنسان بينسى بينسى فإذن هالإنسان اللي عم ينسى للأسف عم بعيش الحاضر طبعوله هون فيه شغلتين يا أما هو عم ينسى يا أما هو عم يتناسى بس مش ممكن إنسان ما يكون إلو ماضي مش ممكن إنسان ما يكون إلو تاريخ مرات كتير الإنسان بيرفض تاريخه مرات كتير الإنسان بيرفض الماضي طبعوله بس مش معناته أنه الماضي طبعه مش موجود يمكن أنا كنت فقير يمكن أنا كنت اشتهي لقمة الخبز يمكن أنا كنت عايش بحالة بحالة فقر مطقع مقلمني يمكن أنا غتصبوني لما كنت صغير يمكن أنا عينايت من باية يلي كان يضربني وإمي يلي كانت ما تحبني وتحب خي يمكن أنا عشت بأزمة أنا وصغير إنه أختي شوهتني يمكن أنا عشت بحالات بحالات كتير مقلمة لما كنت صغير وهالشي هيدا أثر علي أنا بدي أطلع بس مش معناته أنه الماضي معايد موجود أنا بحاول أنه اتغاض عن الماضي بس مش معناته أنه الماضي معايد موجود الماضي يبقى إذا ما بقي بحياتي بيبقى بذكرتي بيبقى باللواعي طبعي وبمر من المرات لابد أنا أنه أرجع لها الماضي طبعي كتار هن الأشخاص يلي بيوصلوا لمكان معايا بيكونوا شيء يمكن بيربحوا ورقة لوتو يمكن بيربحوا ورقة لوتو وبيربحوا لورقة لوتو بينسوا أو بيتناسوا كل الحالات الشازة أو الغلط يلي كانوا عيشينها وبيعيشوا انتقاما للشغلات يلي ما كانوا عم بيعيشوها يعني ما كنت أكل بيجي بجيب الأكل بجيب الأكل حتى أكلوا معه ديشبع حتى أكلوا معه ديشبع وكب الأكل بس أنا عم بعمل هيدا الشيء انتقاما للماضي طبعي يلي أنا بالماضي كنت اشتهي لقمة الخبز أنا كنت إنسان فقير بالكاد بالكاد عندي تياب بروح بجيب تياب وهالتياب بحطوا وما كان بس أنا انتقاما للماضي طبعو للأليم أنا ما كان عندي سيارة بروح بجيب سيارة واثنين وثلاث بس انتقاما للوضع الأليم يلي أنا كنت موجود فيه بس بعدين شو أنا لوين أنا لوين هيدا هو السؤال يلي للأسف ولا مرة حدا مننا بيطرحه أنا لوين هودا كلهم لشو هودا كلهم لشو هودا كلهم فقلهم هدف وهودا كلهم فقلهم مستقبل مستقبل إذن هالقبل مش مش ضروري إنه على طول يكون ما بيسوى ممكن القبل يكون معاكس يعني ممكن أنا بالقبل تبعي كنت أنا خلقين بعيلي غنية بعيلي مرتاحة ولسبب ما ولزروف ما أنا بالحاضر طبعي حاضري صار مؤلم كتير وموجع كتير فإذا على طول الإنسان برجع بقول النقطة الأساسية يلي بلشت فيها إنه ما في الإنسان يعيش بدون القبل وبدون البعض حتى لو لا فكر الإنسان إنه يلغي القبل ويلغي البعض هاودي شغلات موجودين هاودي وقائع ما حدا بيقدر إنه يلغيهم القبل موجود والبعض موجود إذا منيجي منتطلع بالزواج الزواج كيف بيبلش بيبلش الزواج بشخص حبيته إن عجبت فيه يمكن كلمة يمكن نظرة يمكن كنا بالكنيسة يمكن هالزواج هيدا بيمرق بمراحل المراحل يلي بيمرق فيه المرحلة الأولى هالشخص يلي شفته أنا بطريقة مستمرة وبطريقة متكررة وصلت أنا إنه انغرم فيه وصلت أنا إنه انغرم فيه هيدا كانت ما قبل ما قبل الزواج حتى أوصل أنا لمرحلة الزواج مرحلة الزواج وما بعد الزواج للأسف إنه مرات كتير الناس بيفتكروا إنه ما بعد الزواج يعني بيقولوا لك بدايته عصل ونهايته بصل ما في أبشع منها الكلمة ما في أبشع منها الكلمة لأنه لما الإنسان ببطل يعرف المستقبل تبعوله إنه أنا وجودي بهالأرض مبني على هالشي إنه أنا وجودي على هالأرض بزواجه أنا عم شارك الله بعملية الخلق أنا عم شارك الله بعملية الخلق فإذا فيما قبل الزواج يلي هي العلاقة يلي عم بتوصلني أنا ل إنه ادخل بسر الله بطريقة ما وكون عم شارك بعملية الخلق مع الله أكيد هالزواج هيدا النهاية تبعيته من المفترض إنه تكون هي في قلب الله إنه ممرات كتيري هالزواج هيدا بيفشل مرات كتيري هالزواج هيدا بيمرء بمرحلة صعوبة وهالصعوبة هيدا بيكون المستقبل فيه أو ما بعد الزواج هو كارسي من الكوارس اللي بيعيش ها الإنسان نتطلع منشوف إنه في عيال مفككة نتطلع منشوف إنه في عيال عيشي بحالة بحالة ضياع نتطلع منشوف أنه في الولاد ما بيحكم مع الأهل الأهل ما بيحكم مع بعضون منشوف أنه في عدم استقرار موجود بها البيت من يجي منتطلع أنه كل واحد عم بيغني على ليلى منرجع منتطلع بعدين شو بده يصير هالبعدين شو بده يصير هي علامة الاستفهام الكبيرة يلي بتنطرح لأنه يمكن القبل ما كان محضر يمكن لأنه القبل كان بطريقة بطريقة مش هيكل لازم تكون يمكن القبل كان منيح بس البعض ما بعد الزواج في شغلات كتيري ما كناش فاهمينا ببعضنا البعض بنجي منشوف قديش في نسبة الخطيفة يلي بتروح بدي اتجوز ما بتجوزني بيجي أنا بشلفة شليفة ومن بعد الشليفة سنتين ثلاثة في شغلات كتيري ما كنت بعرفة فيها وفي شغلات كتيري ما كانت تعرفة فيي قد هالشي هذا للانفصال وقد هالشي هذا الى ما بعد الزواج لكوارس عم بتصير اديش فيه اشخاص كانوا يحبوا بعضهم غرام غرام ويبعتوا لبعضهم قلوب وأي لوف يوم وكل هاودي التعبير التعبير الحلوي حتى وصلوا لمرحلة الزواج بعد ما وصلوا لمرحلة الزواج شايفوا انه في شغلات كتيري ما كانوا بيعرفوها عن بعضهم البعض وما بعد الزواج كان كوارس والعكس صحيح منشوف انه فيه اشخاص كتار يمكن كانوا عايشين حياة عادية يتعرفوا على بعضهم وما بعد الزواج حبوا بعضهم اكتر وفهموا زواجهم اكتر وحسوا اكتر واكتر انه هالزواج هيدا هو عطاء وحسوا اكتر واكتر بدورهم بعمل الله الخلاصي وبدورهم انه هني عم بشاركوا الله بعملية هالخلق كل شيء مبني على هالأساس هيدا قديش فيه اشخاص حياتهم كانت ما بتسوى بالماضي بلحظة من اللحظات وبيحدث من الأحداث بوقت معين فينا نقول تدخل رباني فينا نقول صوت فينا نقول ما بعرف انما هالإنسان هيدا قرر انه يحط نقطة على السطر لحياته ويقرر ويبلش بصفحة جديدة ويبلش بعالم جديد ومنشوف انه حياته كلية تنقلبت يمكن سافر يمكن حس برعشي يمكن حس بشغلي ولا مرة حاسسها وحياته كلها سوا انقلبت وكتر هن الخبرات يلي بقولونه يمكن طلع على مرشاربل يمكن راح زار الحضرة يمكن طلع على حريصة مبارح احد الصبايا قالت لي ابونا انا حاب بانه خبرك انا لما طلعت على حريصة شو حسيت شو حسيت بهال شو حسيت هادي يعني فيه نقطة جديدة يعني فيه انطلاقة جديدة يعني فيه نقطة على السطر انا عمقولة لحياة ماضية وحياة جديدة بتعيش او استمرارية بس بطريقة بطريقة افضل او استمرارية بطريقة افضل وممكن يكون العكس ممكن انا كون انسان كويس كون انسان بصلي كون انسان ما في مثلي صار معي حدث من الاحداث جعل مني انه كون انسان بطاش كون انسان مجرم كون انسان قاسي كون انسان كون وكل حياتي عيشة بها الطريقة ليش؟ لانه المبدأ يلي بتقولها الدنيا ان لم تكن زئبا اكلتك الذئاب فازن بدك تاخد حقك بيدك ما حدا اخد لك حقك انت بدك تاخد حقك بيدك هل هالمفاهيم يلي نحنا منشوفها بمجتمعنا للأسف هالشغلات يلي نحنا منعيشها بالمجتمع طبعونا منشوف انه اشخاص كانوا روعة عايشين عايشين بحالة حب عايشين بحالة سلام عايشين بحالة استقرار مش طبيعي هالاشخاص هذي بلحظة بتنقلب حياتهم كلهم سوا وبيصفوا اشخاص تانيين عايشين بعالم تاني عايشين بعالم تماما غير شكل عن العالم يلي نحنا عم نعيشه بذكر بالاسم اس على الواحدة وسبعين سبعين أربعة وسبعين تنين وثمانين كهنوت احسن ما تقول انه ابونا عم تحكينا وبعيد انت ما عم تشمو الحالك لا انا بشو الحالي بتعرفه كل مرة الكهنوت ما قبل الكهنوت في مقولة مزعجة مش انه مش انه حلوة بس في مقولة بتقول انه الكاهن اول اول سنتين من كهنوته بيخاف من الله بس بعد سنتين الله بصير يخاف منه وهي ده واي للانسان يلي بيقع بيهال بيها الفراغ هيدا شو مقصود هون هالمقولي هاي ده بتحكي عن الكاهن بتعامله مع الله بالإداس لما البابا يوحن بولوستاني بيحكي عن الكاهن اجمل كلام بيقوله لما بيقله المسيح عم يحكي مع الكاهن وعم بيقله انا محتاج لأيديك لانه من خلال ايديك انا بغفر الخطايا من خلال ايديك انا بحضر بين الناس من خلال ايديك انا بعمد من خلال ايديك انا ببارك من خلال ايديك انا بعت التوبة فاذا هل قدي حضور الله بحياة الكاهن الاداني اللي هني منسوحين بالميرون المقدس هالنظرية هاي دي انه هالقد الكاهن بيكون عم بيعيش عم بيعيش اداسه عم بيعيش اداسه والكاهن يلي اداسه بالنسبة لقيله بيصفي نوع من روتين من روتين انه من فرض انه انا موجود عم قدس كيف مكان وشو مكان واش مكان هالشي هاي دا بيأثر على الجماعة وهوني الويل لانه ما عم يعرف يعيش عظمة السر يلي ربنا عطيه انه ربنا عم يحضر انت هالقدة الله عم بتكون مفشلق فيه بوجوده بين ايديك الله يلي عم بدق على باب حياتك وعلى باب حيات الجماعة تبعيتك انت كيف عم بتقدمه انت كيف عم بتقدمه لها الالله لهالناس هاو دي يلي ناطرين حضور الله بايديك بهالنعمة يلي ربنا عطيك ايها مشان هايك كمان فيما قبل وفيما بعد كيف انا بتحضر كيف انا بعيش الحالة وما بعد الالديسين يلي كانوا يعيشوا يلي كانوا يعيشوا بالمحابس كانت حياتهم مقصومة لقسمين القسم الاول كان تحضير للقداس والقسم التاني كان هو شكر على الالديس هوي هايك كان شاربل وهايك كانوا الالديسين والنساك والحبسة حياتهم كلية تساوى كانت مبنية على هالالديس ما قبل الالديس وما بعد الالديس وهيك نحنا مدعوين انه نعيش الالديس مش لازم انه يكون مجرد عادي عم تدخل على حياته انه ايه نحنا من روح على الالديس منصنود الحيط نحنا من روح على الالديس نحنا عم نشارك بحضور الله يعني متل ما يوحن الحبيب كان موجود ومتل ما مريم كانت موجودة واستلموا هالرسالي هذا هو ابنك هذه هي امك انا عم برجع عيش الحدث هو ذاته انه انا ابن مريم انا ابن الله انا عم عيش هالحدث مشان هيك الالديس منه مجرد فولكلور والالديس منه مجرد حضور مشان هيك ويل الانسان يلي ما بيعيش الالديس ما بيعيش الالديس وويل الكاهن كمان يلي الله بيحشون منه بالالديس الشهرة للأسف الشهرة مرات كتيري بتنسيني انا شو كنت بنسى امي وبنسى باية والغنش تي ذاته بنسى امي وبنسى باية بنسى ضايعتي بنسى انا منين جيت بنسى بنسى عالمي بنسى تاريخي بنسى هالناس اللي كانوا يحبوني وحبون يلي كنت قاعد انا وياهن يلي كنت العب انا وياهن هالاشخاص هودي يلي تغيروا معالمهم تغيرت متل ما انا معالمي تغيرت هودي كلهم انا بنساهن بس للحظة شهرة بس للحظة بفتكر فيها انه انا صرت اعلى من العالم وافهم من العالم واكبر من العالم هاللحظة هايدي لشو بده توصلني ما بفكر انا لشو بده توصلني واكتر هن الاشخاص يلي فاتوا بمعموعة الشهرة ووصلوا لمرحلة من المراحل حسوا حال انهم ضايعين انا بلحظة من اللحظات عشت هالفترة بعمر 22 او 23 او 20 سنة شاب بعده باول انطلاقته انطلق انطلق بشغلة جديدة يلي هي سميتها الغنية الروحية وهالشبي بيحول مني عم بيزقفولي بفترة من الفترات اكيد عشتها اكيد عشتها عشت الشهرة وعشت الكبرة الخصة متل ما منقول وافتكرت حالي انه انا انه انا عن جد هالفودات وبهالفودات يلي انا فكرتها مرات كتيري لغيت الله من حياتي مرات كتيري محل الله وصلت ذاتي محل الله حطيت انا هالشخص يلي الله عم يستعمله حتى يزهر الله يعني الله كيف بده يزهر الله بده يزهر للعالم من خلالي يعني ابونا منصور لبكي بيقول صورة كتير حلوة ان شاء الله الناس اللي بتشوفهم عدروبنا يتلاقوا بوجك فينا يتلاقوا بوجك فينا يا ربي انه كيف انه كيف كيف انا بدي اتلاقى في بدي اتلاقى بالله اوكي يمكن يكون في ظهور بس انه مش على طول الظهور مشان هيكي مريوحنة بيقول انه هالعلاقة الافقية وهالعلاقة العمودية مع بعضنا البعض اذا انت بتقول انك بتحب الله وبتكره الانسان انت كذاب لانه بدك تحب الانسان يلي هو المخلوق على صورة الله وهيكي انت بتكون عم بتحب الله فاذا اكيد الله محتاج لاله مثل ما الله محتاج لأي شخص منكن مثل ما الله محتاج لأي انسان فاذا انا ممكن انه زيح الله ممكن انا انه بععد الله بس اكيد ما بعد ما بعد انه يبعد الله من حياتي بشو بده يصير مش نهايكي أنا بفترة من الفترات لما وعيت لهالشي هذا وأكيد تركت الداير وحاولت أنه عيش بالحياة التانية حتى وصلت أنا للمبدأ يلي هو صار شعاري بالحياة المجد كل المجد لملك المجد يسوع المسيح وبحاول كل مرة أنا بأي حفلة بعملها تذكر هالشعار يعني أنا إذا الناس عم بتزقف لي هالتزقيف هيدا عم برفعه ليسوع حتى أنا والناس نكون عم بمجد الله ما في أجمل من الإنسان يلي عم بمجد الله على النعم يلي عطيها لأنه بالنهاية أي عطية وأي وزنة وأي شغلة موجودة بحياتي هي عطية من عند الله وبرجع للأساسي اللي قلت لكم فيه إنه أنا وجودي على هالأرض مش صدفة مش صدفة أنا نوجدت بها المكان وبها الزمان وبها الوقت ولا واحد منكم نوجد صدفة بس لمن هالإنسان بيعرف الزمان تبعوله والمكان تبعوله يشرك الله فيه أكيد الله بيبارك وأكيد الله بيحط إيده وأكيد الله بيقدر إنه يعطي نعم كتيري وخيرات كتيري من خلال رسالة الإنسان شو ما كانت تكون فإذن أنا عم بيعترف قدامكم إنه بلحظة من اللحظات عشت هالأنا وأكيد كل إنسان بيضل يعيشها بس لازم الإنسان يعرف على طول إنه هالأنا اللي موجود فيه يعرف يشركه بأله ويقل له يا رب النهاية أنت يا اللي عم تشتغل كل المواهب اللي عاطين إياها هي لألك هي لألك أنت تصرف وخلي المجد يكون لألك فإذن الشهرة مرات كتيري بتعمينها الشهرة مرات كتيري بتعمينها وبتفقدنا الأساس مش إن هيكي بتشوفوا إنه أشخاص كتار مرات بينصدموا وبينصدموا من الشهرة لما بيشوفوا لما بيعيشوا إذا بدكن هالأه 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 فكرة فكرة الشهرة يلي مدر الأعمال تبعولهم بقولولهم أنتوا ممنوع تنزلوا متل بقية الناس تفوتوا على السوبر ماركت أنتوا ممنوع أنوا تظهروا على الناس إلا على المسرح ممنوع أنوا تغنوا ومكان إنهم هادي يقعدوا بين بعضهم بالضيعة يغنوا ويتسألوا ممنوع صار فيه ممنوعات بحياته هالممنوعات اللي دخلت على حياته بععدته عن تاريخه بععدته عن أصله بععدته عن الأساس ليش كرمال كرمال الشهرة وكرمال المبعد ما بعد الشهرة أنه يجمع مصاري وجمع مصاري وجمع مصاري بس فقط شغلات كتيري فإذن هؤدي كلهم شغلات مهمة بحياتنا فإذن ما في إنسان بينوجد على هالحياة بهالدنيا إلا ما بدكم في عنده ما قبل تحضير وما بعد ما بعد التحضير بوجود الحدث بخبروا وبينهي أنا وإياكم عن هوني واحد غني هالإنسان الغني بيموت لما بيموت أو أو عم بيموت كان كان عم بيموت بيروح الخادم تبعوله بيروح لعند لعند الطبيب وبيقول له دخيلك المسؤول عني عم بيموت إذا في مجال تجي لعنده بتحاول أنك تخلصه بيفوت هالطبيب لعنده ومن بعد ما يطلع الطبيب بيتطلع بالخادم وبيقول له معلمك مات معلمك صار عند الله بيتطلع فيها الخادم وبيقول له ما بتصور معلمه ما راح عند الله بيقول له الطبيب طيب كيف عرفت أنت أنه معلمك ما راح عند الله قال له لأنه معلمه كل المشوار كان يروحه كان يحضر له كان يحضر له كتير وكان يحكي كتير عن الأشخاص يلي رايح لعندهم حتى يزورهم بس ولا مرة شفتوا عم بيحضر هالسفرة الأخيرة لأنه ولا مرة كان عم يحكي عن الله حلو إنه بحياتنا نكون عم نتحضر ونعرف إنه ما قبل وجودنا على هالأرض هو رسالة وما بعد وجودنا بهيك الدنيا إنه نكون عم نكمل الرسالة يلي ربنا أعطانا إياها لما منوقف بحضرة الله وبيقلنا كنت أمينا على القليل سأقيمك أمينا على الكثير ادخل فرح سيدك